هنا الحدود الباكستانية الأفغانية جبال وعرة وتضاريس متداخلة وقبائل مقسمة على جانبي الحدود هذه الحدود كانت ولتزال مثار جدل واتهمات متبادلة بين إسلام أباد وكابل حيث يتهم كل طرفين الآخر بغض الطرف عن تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة والمتفجرات ما دفع بإسلام أباد إلى إنشاء سياج حدودي مع تزايد الهجمات الإرهابية على أراضيها تم إغلاق 78 نقطة عبور غير شرعية ولم يعد هناك سوى خمس معابر رسمية نجحنا في وقف عمليات التسلل والحد من تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والتجارة غير الشرعية أكملنا تسيج 90% من الحدود ووضعنا آليات للمراقبة والسيطرة معمر الترخم الحدودي بين مكستان وأفغانستان أبرز المعابر التي تربط أفغانستان بالعالم الخارجي ومصدر مهم من مصادر دخل الحكومة الأفغانية بل بات أهم المعابر المتبقية تحت سيطرتها هكذا بدى المشهد شاحنات تنتظر الإذن لها بالعبور وتوقف لحركة المسافرين فيما مئات الأسر الفقيرة التي تقتات على أعمال المعبر تنتظر عودة الأنشطة كالسابق الوضع حالياً اعتيادي في معبر ترخم التجارة والعبور وحركة الشاحنات تسير كالمعتاد على غرار الأشهر السابقة أما بخصوص حركة المسافرين فقد تم إيقافها بسبب قيود جائحة كورونا باستثناء العالقين من مواطني البلدين الجيش الباكستاني نشر تعزيزات إضافية في مقاطعة الحزام القبلي مع أفغانستان لضمان أمن الحدود حيث أثار تصاعد وطيرة القتال في أفغانستان المخاوف من حرب أهلية وموجات لجوء جديدة تعيد إلى الأذهان ما شهدته باكستان خلال العقدين الماضيين من عمال عنف وعدم استقرار وتسعى باكستان من خلال هذا السياج الحدودي للحد من عمليات تسلل الإرهابيين والمتفجرات وتجنب إلقاء اللوم عليها من قبل الحكومة الأفغانية بدعم الجماعات المسلحة في أفغانستان عبد الرحمن مزيني العربية من الحدود الباكستانية الأفغانية